أهلاً ومرحباً بكم أعزائي طلاب الصف الأول السنوي التجاري والفندوقي والتعليم والتدريب المزدوج مهنة فني إداري في حلقة جديدة من حلقات منهج مبادئ المحاسبة المالية اليوم إن شاء الله أن نبدأ أولى حلقاتنا في منهج أو مقرر مبادئ المحاسبة المالية وده طبعاً بيتم دراسته لطلاب الصف الأول سواء التجاري بنظام الثلاث سنوات بمدارس التعليم الفني التجاري نظام الثلاث سنوات أو بمدارس التعليم الفني التجاري أيضاً نظام الخمس سنوات وبمدارس التعليم والتدريب المزدوج بمهنة فني إداري اليوم إن شاء الله هنبدأ الحلقة الأولى في منهج مبادئ المحاسبة المالية وطبعاً المحاسبة المالية أو المحاسبة بشكل عام بتعتبر مهنة من المهن الموجودة في المجتمع والمنتشرة بكسرة في كافة المؤسسات والمنشآت على اختلاف أنواعها وطبيعتها المحاسبة المالية بتمثل فرع من فروع علم المحاسبة وزي ما أوضحنا المحاسبة هي علم وفي ذات الوقت هي فن وفي ذات الوقت هي مهنة بيمتهنها العاملين في حقل العمل المحاسبي على سبيل المثال عندنا طبعاً بنشوف الشركات كلها أو الشركات الهدفة للربح بتهتم بتحديد نتيجة أرباحها أو نتيجة أعمالها من ربح أو خسارة وكذلك ما مركزها المالي ما لها وما عليها من أموال للغير ودي طبعاً وظيفة أو وظيفة من وظائف علم المحاسبة مبادئ المحاسبة المالية فرع من فروع علم المحاسبة إذا ما نتعرف على فروع عديدة إحنا النهاردة في الحلقة الأولى لنا في منهج المحاسبة المالية هنحاول بقدر الإمكان نحن نفهم إيه المقصوب بالمحاسبة بشكل عام ثم بعد كده نركز اهتمامنا على فرع اللي هندرسه خلال العام الدراسي وهو مبادئ المحاسبة فرع مبادئ المحاسبة المالية هنتعرف فيه على تعريف المحاسبة المالية وأهداف المحاسبة المالية وفروع المحاسبة المالية كذلك أيضاً أو فروع المحاسبة بشكل عام هنتعرف أيضاً على الأهداف العامة للمحاسبة بشكل عام ثم بعد ذلك أهداف المحاسبة المالية وهنتعرف على الطرق المحاسبية في ظل المحاسبة المالية ثم هنتطرق للدورة المحاسبية وهنتعرف على قاعدة مهمة جدا وهي قاعدة القيد المزدوج وهنتعرف على أنواع الحسابات والكيفية اللي احنا بها بنقدر نحلل العمليات لأطرفها المدين والدائن وفقا لقاعدة القيد المزدوج اللي بتقولي أن كل عملية مالية لها طرفان طرف مدين وطرف دائن وبنفس القيمة هنركز اهتمامنا في حلقة اليوم على تعلم مهارة مهمة جدا وهي مهارة تحليل العمليات لأطرافها المدينة والدائنة وفقا لقاعدة القيد المزدوج وفي ضوء مدخل تشخيص الحسابات اللي هنوضح من خلاله أن الحسابات بتنقسم داخل أي مؤسسة إلى حسابات شخصية وحسابات حقيقية وحسابات إسمية أو وهمية لكن قبل ما ندخل في المقصوب المحاسبة وأهدافها وفراها تعالوا الأول بشكل بسيط نعرف احنا هنشتغل في مهنة المحاسبة خريجي دبلوم التجارة سواء الثلاث سنوات أو الخمس سنوات بيلتحك بسوق العمل في مهنة كاتب حسابات أو ماسك دفاتر إذا طبعا أسقل مهاراته في المحاسبة أو فروع المحاسبة المختلفة وبعد تخرجه حب أن يلتحك بالعمل في تخصص المحاسبة أو في مجال عمل محسبي هتكون وظيفته ماسك دفاتر أو كاتب حسابات وأحيانا بيسمى المساعد المحاسبة يبقى أنت هتتخرج من دبلوم التجارة أو دبلوم التجارة أو ما يعادله هتتخرج فني كاتب حسابات أو مساعد محاسب لو حبيت تلتحك بمهنة المحاسبة في أي شركة أو أي مؤسسة حكومية أو غير حكومية لما تيجي تلتحك بعد ما تتخرج هيكون طبعا رئيسك في العمل هو طبعا المحاسب لأن المحاسب يكون طبعا خريج كلية التجارة شعبة المحاسبة وبيكون مستواها العلمي والأكاديمي أغل أعلى بكثير من المهارات التي تتلقاها خلال دبلوم التجارة وبالتالي أنت هتكون بعد ما تتخرج من دبلوم التجارة هتكون مساعد للمحاسب أو مساعد في العمل المحاسبي للمحاسبين في قسم الحسابات داخل الشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها تعالوا نتعرف الأول مع بعض إيه المقصود بالمحاسبة بشكل عام ثم بعد كده نتطرك لفرع مهم جدا وهو فرع المحاسبة المالية اللي هنركز عليه اهتمامنا ومنهجنا خلال دراسة العام ثم نركز على مهارة مهمة جدا وهي مهارة تحليل العمليات لأطرافها المدينة والدائنة في ضوء مدخل تشخيص الحسابات اللي بنقسم الخلال الحسابات إلى حسابات شخصية وحسابات غير شخصية بتضم حسابات حقية وحسابات اسمية أو وهمية تعالوا نشوف مع بعض إيه المقصود بالمحاسبة طبعا زي ما أوضحنا المحاسبة علم وفن تسجيل وتبويب وتلخيص المعاملات أو العمليات والأحداث المالية بطريقة متميزة في صورة نغضية وتفسير النتائج المترتبة عليها يبقى علم المحاسبة هو علم وفي ذات الوقت فن تسجيل وتبويب وتلخيص العمليات والأحداث المالية اللي هي أي عملية بتقوم بيها المؤسسة أو المدشأة أو الوحدة الاقتصادية بتقوم طبعا بعمليات شراء وعمليات بيها وعمليات سداد مصرفات وتخصيل إرادات وما شابه ذلك من عملات كل هذه المعاملات بيتم تلخيصها في ضوء مدخل نظرية أو في ضوء مدخل تشخيص الحسابات وفي ضوء أيضا نظرية القيد المزدوى يبقى علم المحاسبة هو فن تسجيل وتبويب وتلخيص المعاملات والأحداث المالية بطريقة طبعا متبئزة اللي بيظهر فيها الفن بقى إزاي نقدر نسجل إزاي المعاملات داخل الدفاتر زي ما هنتعرف بعد كده الدفاتر المحاسبية وفي صورة نقضية يعني بنعبر عن كل الحسابات اللي بتسجل أو بنقيمها بالنقود وبعد ما بنوصل للنتائج في نهاية الفترة المحاسبية بنقوم بتفسير النتائج المترتبة عليها نقطة مهمة جدا وممكن نعرف المحاسبة كنظام للمعلومات يبقى نقدر في ضوء التعريف السابق أن نعرف المحاسبة كنظام للمعلومات والنظام طبعا بيضم ثلاث أجزاء الجزء الأول متمثل فيه المدخلات الجزء الثاني متمثل في المخرجات الجزء الثاني طبعا اللي هو التاني على طول اللي هو التشغيل إحنا عندنا مدخلات تشغيل أو عمليات والجزء الثالث دو عبارة عن المخرجات إيه هي مدخلات النظام المحاسبي البيانات المحاسبية وطبعا البيانات المحاسبية تكون متوفرة في المستندات المؤيدة للعمليات المالية عشان نفهم العملية العملية أعزائي الطلاب هي حدث مالي أو تجاري بتقوم بي المتشأة وبيؤيد هذا الحدث أو بيثبت بمستند ما يعني على سبيل المثال لو المتشأة اشترت سيارة يبقى فيه مستند لشراء سيارة اللي هو عقد الشراء لو اشترت مثلا أساسي يبقى فيه عقد شراء أساس لو اشترت مثلا بضاعة يبقى في الحالة دي لابد أن يكون هناك فطورة شراء لو سددت مصرفات أو حصلت إرادات لابد أن يكون هناك مستند على سبيل المثال لو سددنا مصروف القهرباء أو مصروف المياه أو مصروف الإيجار كل دوت بيتطلب أن المنشأة أو اللي هيقوم بالسداد يحصل على ما يزبط أنه قام بسداد هذه المصرفات هذه المستندات تمثل مدخل أو متخلات النظام المحاسبي هنقض المستندات اللي هي متخلات النظام المحاسبي نبتد نقوم نعمل على عملات التحليل يعني نحللها الأطرفة المدينة والدائنة في ضوء قاعدة أو نظرية بتسمى نظرية القيد المزدوج اللي طبعا أشار لها لو أبا تشيلو عام 1494 في كتابه نظرية القيد المزدوج يعني ألف كتاب لو أبا تشيلو في إيطاليا ألف فيه نظام محاسبي وأطلق على هذا الكتاب مصطلح أو نظرية القيد المزدوج وكان بيوضح في الكتاب نظرية أو قاعدة أو حقيقة علمية مهمة فإن كل عملية أو حدث مالي هتقوم بالمنشأة هيترتب عليه طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ في التشغيل هنقوم بتحليل العمليات الأطرفة المدينة والدائنة في ضوء نظرية القيد المزدوج ووفق مدخل تشخيص الحسابات نسجل هذه العمليات ثم نسجل بعد كده هذه العمليات في دفتر أو دفاتر اليومية ثم بعد ذلك نبواب أو ننقص هذه العمليات داخل دفاتر الأستاذ والقوائم المالية يبقى داء العمليات التشغيلية التي تقوم بها أو هيقوم بها المحاسب خلال أو ماسك الدفاتر خلال الفترة المالية أو السنة المالية إنه قبلنا إنه إحنا بيتم العمل المحاسبي أو بيتم التحاسب كل سنة مالية أو كل فترة مالية بيطلق عليها السنة المالية أو هي عبارة عن سنة ميلادية بتبدأ في واحد واحد وبتنتهي في 31-11 من نفس السنة أو بتبدأ في 1-7 من الحام الحالي وتنتهي في 36 من العام التالي كما في الوحدات الحكومية الإدارية مخرجات النظام المحاسبي بشكل عام بتمثل مجموعة من المعلومات المحاسبية اللي طبعا سعت إليها أو سع إليه المحاسبين خلال عملهم طول العام وهي بتتمثل في القوائم المالية والتقارير اللي بيكون مستخرجة نتيجة التشغيل أو الشغل اللي قام بو المحاسب ومسك الدفاتر خلال الفترة المحاسبية يبقى إحنا عشان نفهم المحاسبة أو نفهم المحاسبة كنظام للمعلومات بنسمى لثلاث أجزاء الجزء الأول مدخلات ودي متمثلة في البيانات المحاسبية اللي بتأيادها المستندات بتأياد البيانات دي تعبارة عن العملات اللي أمت بها المنشأة أو الأحداث المالية اللي أمت بها زي شراء بضاعة بيع بضاعة شراء أي أصل من الرسول السيارة آلات وكذا ثم قامت بتحليل بعد كده الأم بتحليل هذه العمليات والأحداث المالية من واقع هذه المستندات والفوتير إلى أطرفها المدينة والدينة في ضوء نظرية تنقيد المزدوج اللي أوضحت زي ما قلنا أن كل عملية مالية لها طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ وطبعا هنوضح هزير النظرية خلال حلقة اليوم إن شاء الله لكن نقبلنا أن اللي آل هزير قاعدة أو الآل هزير النظرية هو لو أبتشيله عام 1494 اللي بيطلق عليه البعض أو بيعتبره البعض علماء المحاسبة أنه هو مؤسس علم المحاسبة في العصر الحديث الكتاب الخاص بلو أبتشيله خاص نظرية المحاسبة كان بيعتبر بمثابة اللبنة الأولى اللي بنى بعد كده عليها علم أو تأسس عليها علم المحاسبة في العصر الحديث عشان كده لازم لما نيجي ندرس علم المحاسبة في بداية دراستنا لابد أن نحن نمر على اللبنة الأولى وهي نظرية القيد المزدوج اللي بتعتبر الأساس في تسجيل العمليات داخل دفتر اليومية زي ما هنوضح يبقى أنا عندي أربع عمليات في التشغيل التحليل التسجيل التبويب التلخيص بعد كده هنوصل للمخرجات اللي هتتمثل في المعلومات المحاسبية واللي هتكون في صورة قوائم مالية وتقارير أخر طيب إيه أهداف المحاسبة بشكل عام أو أهداف علم المحاسبة بشكل عام طبعا أوضحنا أن علم المحاسبة بيهدف بشكل عام إلى توفير المعلومات اللازمة لمتخزي الكرارات وطبعا متخزي الكرارات بيقضوا شكلين يأما أطراف خارجية خارج المشاء ودول بيتمثلوا في الملاك والمستثمرين والموردين والمقردين والجهات الحكومية التي من بينها طبعا مصلحة الضراء وأطراف داخل المنشأة متمثلة في إدارة المنشأة بمستواتها المختلفة يبقى أهداف علم المحاسبة بشكل عام علم المحاسبة بشكل عام بيهدف إلى توفير المعلومات المحاسبية اللازمة لمتخزي الكرارات اللي هيوفرها طبعا نظام المعلومات المحاسبة أيا كان نوع هذا النظام سواء كان نظام مالي بيتم تطبيقه في مؤسسات هدفة للربح أو نظام مالي بيتم تطبيقه في مؤسسات غير هدفة للربح يبقى علم المحاسبة بيهدف إلى توفير معلومات لازمة لمتخزي الكرارات داخل المنشأة وخارج المنشأة داخل المنشأة لإدارة المنشأة بمستوياتها المختلفة وخارج المنشأة وطبعا من ضمنهم ملاك المنشأة والمستثمرين والموردين والمقردين والجهات الحكومية اللي من بينها طبعا مصطحة الضرب وناخد بالنا أن ملاك المنشأة أو أصحاب المشروع اللي هم أصحاب رأس المال في المنشأة بيعتبروا جاء خارج المنشأة وده طبعا بيرجع لفرض مهم جدا وهو فرض الشخصية المعنوية اللي بيفترض أن للمنشأة أو للمؤسسة أو للوحدة الاقتصادية شخصية مستقلة عن شخصية أصحابها وهنوضح الفرض دوت لما إن شاء الله ننتقل لجزئية من الجزئيات الخاصة بالمحاسبة المالية هنوضحها أكتر لما ننتقل لفرع من فروع المحاسبة المالية أو فرع مهم من فروع علم المحاسبة وهو فرع المحاسبة المالية تعالوا نشوف مع بعض فروع علم المحاسبة عندنا أول فرع وأهم فرع طبعا اللي هو فرع المحاسبة المالية وده طبعا اللي ركز عليه لو أبا تشيله في كتابه اللي ألفه طبعا وأسماء أو كان عنوانه نظرية القيد المزدوك في مدينة البندقية بإيطاليا عام 1494 وركز فيه على تحديد نتيجة أعمال المنشآت التجارية من ربحة أو خسارة وبيان مركزها المال عشان كده لابد أن يجي يدرس أو دارس المحاسبة أو علم المحاسبة اللي عايز يمتهم مينة المحاسبة لابد أن يدرس في بداية دراسته المحاسبة المالية اللي بتتضمج مجموعة من المهارات الأساسية نتعرف عليها خلال حلقتنا إن شاء الله لكن علم المحاسبة المالية طبعا بيهتم بتوفير المعلومات المتعلقة بنتيجة أعمال المنشآة وبيان مركزها المالي وبيطبق علم المحاسبة المالية في المنشآت أو الوحدات الاقتصادية الهادفة للربح وطبعا بيتم عرض هذه النتائج اللي هي متعلقة طبعا بأعمال المنشآة بالربحة أو خسارة والمركز المالي والتدفقات النقدية اللي هي طبعا التدفقات الدخلة والتدفقات الخارجية الأموال أو النقود اللي هتدخل المنشآة والنقود اللي هتخرج من المنشآة بيتم بعدد لها تقارير أيضا أو قائمة بتسمى قائمة التدفقات النقدية بالإضافة إلى قائمة أو قوائم خاصة بنتاجة أعمال المنشآة بالإضافة إلى قائمة خاصة ببيان المركز المالي اللي هو بيمثل مال المنشآة من أموال اللي هو ما عليها من أموال يبقى المحاسبة العملية هي تهتم بتوفير المعلومات المتعلقة بنتيجة أعمال المنشاة من ربحة وقصارة ومع مركزها المالية يعني ما لها من أموال وما عليها من أموال للغير وعرض تلك النتائج في شكل تقارير وقوائم مالية زي ما نوضح في حلقتنا إن شاء الله وفق طبعا إطار مستقر من القواعد والفروض والمبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما طبعا المحاسبة علم وطالما أن المحاسبة علم لابد أن يكون له نظرية علمية وطبعا بتتجلى نظرية علم المحاسبة في فرع المحاسبة المالية اللي بيتضمن مجموعة من المبادئ والفروض المحاسبية المقبولة قبولا عام وطبعا دي بتحكم العمل المحاسبي داخل المؤسسات والمنشئات على اختلاف أنواعها اللي هي طبعا الفروض والمبادئ والقواعد المحاسبية نحن عرفنا أن علم المحاسبة المالية بيطبك في الوحدات الاقتصادية الهدفة للربح وبيكون هدف الفرع المهم من فروع علم المحاسبة اللي هو المحاسبة المالية توفير المعلومات المتعلقة بنتيجة أعمال المنشأة وبيان مركزها المالي وعرض تلك النتائج طبعا في شكل قوائم وتقارير مالية هنتعرف عليها في حلقتنا إن شاء الله الفرع التالي من فروع علم المحاسبة هو محاسبة التكاليف فرع آخر ظهر بعد كده وهو محاسبة التكاليف ده بيهتم بإنتاج بعلومات ملأمة طبعا عن تكاليف الإنتاج أو تكلفة الإنتاج والمخزون يبقى المنشأة تكون مثلا لو احنا في منشأة صناعية أو في منشأة غيرها يكون عايزين نعرف تكلفة المخزون بتاعنا أو البضاعة اللي بيتم تخزينها في المخازن تكلفتها ده إيه ولو احنا في منشأة صناعية أو زراعية هنكون عايزين نعرف تكلفة الإنتاج قدي عشان طبعا ده معلومات مهمة هتفيدنا في إما ترشيد النفقات وكذلك تحديد سعر البيع من أجل تحديد أو تحديد هامش الربح المناسب اللي هيساعدنا في منافسة في سوق الأعمال يبقى فرع محاسبة التكاليف بيتم بإنتاج طبعا معلومات أو بتوفير معلومات ملأمة عن تكلفة الإنتاج والمخزون والرقابة على عناصر التكاليف وتوصيل تلك المعلومات للإدارة بمستوياتها المختلفة الفرع الثالث من فروع علم المحاسبة وهو المحاسبة الإدارية ودي طبعا بيهتم بتوفير المعلومات اللازمة لإدارة المنشأة يبقى هو بيفيد أو بيخدم إدارة المنشأة لعشان يساعدها أو المعلومات اللي بيوفرها بتساعد إدارة المنشأة بمستوياتها المختلفة في رسم السياسات وطبعا في التخطيط وترشيد الكرار والمتابعة وتقييم الأداء والنتاج الفرع الثالث مفروع المحاسبة والمحاسبة الإدارية وده طبعا بيهتم بتوفير وتوصيل أو بقياس وتوصيل المعلومات اللازمة للإدارة من أجل مساعدتها في رسم السياسات والتخطيط واتخاذ الكرارات أو ترشيدها والمتابعة وتقييم الأداء والنتاج الفرع الرابع من فروع المحاسبة هو طبعا المحاسبة الحكومية وزي ما هو وضح من إسوه ده فرع من فروع المحاسبة بيتم تطبيقه في المؤسسات الحكومية الإدارية غير الهدفة للربح وبيهتم طبعا بقياس الأداء الحكومي وبيطبك في الوزرات والمصالح الحكومية ولايات الإدارية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح وكذلك اللي بتقوم بتقديم الخدمات للمواطنين بمقابل أو بمقابل رمزي بدا فرع من فروع المحاسبة أيضا وهو المحاسبة الحكومية وده بيطبك في الوحدات الحكومية غير الهدفة للربح فرع آخر وهو المحاسبة القومية وده أيضا بيهتم بدراسة المبادئ والأسس العلمية الخاصة بالنظام الاقتصاد للدولة بيهتم بالناتغ القومي والدخل القومي للدولة ككل ونصيب أو مساهمة كل قطاع من قطاعات الاقتصاد القومي طبعا زي قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع التجارة والسياحة مدى مساهمة كل قطاع منازل قطاع في الناتج القومي وطبعا بيهتم فرع المحاسبة الحكومية بقياس نتائج النشاط الاقتصادي بالدولة يبقى ان هذا الفرع الخامس من فروع علم المحاسبة عندنا فرع آخر وهو المحاسبة الضريبية وهنختفي بهذا الفرع من فروع علم المحاسبة طبعا المحاسبة الضريبية بتهتم بتحديد وعاء الضريبة اللي هو الإيراد الخاضع للضريبة من خلال تعديل طبعا البنات المحاسبية بما يتمشى طبعا مع قوانين الضرائب السعيدة لأنه يحكم المحاسبة الضريبية قانون الضرائب داخل كل دولة من الدول وبالتالي قوانين الضرائب بتختلف من دولة لأخرى وبالتالي المحاسبة الضرائبية بتتكيف مع القوانين الموجودة في كل دولة زي ما أيضا المحاسبة الحكومية أيضا بترتبط بالقانون الداخلي للدولة الهدف الأساسي للمحاسبة الضرائبية تحديد وعاء الضرائب في ضوء القوانين أو الوعاء الخاضع للضريبة في دول قوانين أو قوانين الضرائب السعيدة داخل الدولة من أجل مساعدة الممولين في إعداد الإقرارات الضربية التي تحدد أو تحدد وعاء الضريبة ومقدار الضريبة واجب السادات ده أعزائي الطلاب كانت فروق المحاسبة بشكل عام وهنركز على فرع مهم جدا من فروق علم المحاسبة وهو فرع المحاسبة المالية اللي يكون محور اهتمامنا ودرستنا خلال العام الدراسي الحالي اللي بتمنى ربنا سبحانه وتعالى يوفاكوا إن شاء الله لكن هنكمل حديثنا عن فرع المحاسبة المالية بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وكذلك الفندوقي ومدارس التدريب والتعليم المزدوج بمهنة فني إداري الفرع المحاسبة المالية بيتضمن مجموعة من المهارات المهمة جدا اللي يجب أن يمتلكها ماسك الدفاتر قلنا إن المحاسبة المالية هي تعتبر اللي بنا الأولى لدراسة علم المحاسبة أو امتهان علم المحاسبة عشان أشتغل في مهنة الكاتب الحسابات أو أكون مساعد محاسب لابد أن ندرس في الأول مبادئ المحاسبة المالية نحن تعرفنا قبل الفاصل على تعريف المحاسبة بشكل عام وعرفنا أن المحاسبة نظام للمعلومات هدفه طبعا توفير معلومات محاسبية في شكل قوائم وتقرر مالية وعرفنا أن هناك عدد من فروع علم المحاسبة وحددنا ست فروع من ضمنها طبعا المحاسبة الضربية والحكومية والقومية والإدارية وقلنا هنركز على فرع المحاسبة المالية أوضحنا أن الهدف الأساسي للمحاسبة أو الهدف العام لعلم المحاسبة بشكل عام هو توفير المعلومات اللازمة لمتخز الكرارات سواء داخل المنشأة أو خارج المنشأة أوضحنا داخل المنشأة بتتمثل في إدارة المنشأة بمستواتها المختلفة سواء كانت الإدارة العليا أو الوسطى أو الدنيا هنركز على المحاسبة المالية وتعالوا نشوف مع بعض إيه الهدف من فرع المحاسبة المالية طبعا فرع المحاسبة المالية بيطبق في المؤسسات والمنشآت الهدفة للربح وبالتالي بيكون هدفه توفير المعلومات المتعلقة بنتيجة أعمال المنشأة من ربحة أو خسارة وبيان المركز المالي للمنشأة يبقى فرع المهم اللي هنركز عليه وفرع المحاسبة المالية تعالوا نشوف مع بعض إيه هدفه وإيه هي المهارات الأساسية اللي هنتعلمها خلال دراستنا لمنهج مبادئ المحاسبة المالية طبعا بيتهتم المحاسبة المالية زم أوضحنا بتوفير المعلومات المتعلقة بنتائج أعمال المنشأة طبعاً نتائج أعمال المنشأة من ربحة وخسارة وبيان مركزها المالي وقلنا المقصود بمركزها المالي ما لها وما عليها من أموال وكذلك عرض تلك النتائج طبعاً في شكل إيه؟ في قوائم وتقارير مالية وده طبعاً بيكون في إطار مستقر من القواعد والفروض والمبادئ المحاسبية المقبولة قبول عامل اللي تكونت طبعاً على مدار فترة زمنية كبيرة جداً من بداية اللابنة الأولى اللي وضعها لو أبا تشيلو في مدينة البندقية بإيطاليا عام 1494 لما ألف كتابه نظرية القيد المزاوية كان كتاب لو أبا تشيلو منصب أو مركز على فرع المحاسبة المالية علشان كده لابد أن كل دارس عايز يمتهن مهنة المحاسبة أو يدرس علم المحاسبة لابد أن يبدأ بدراسة المحاسبة المالية زي ما وضحنا طبعاً ايه أهداف المحاسبة المالية قلنا المحاسبة المالية باختصار شديد بتهدق إلى توفير المعلومات المحاسبية المتعلقة بنتائج أعمال المنشأة وكذلك المركز المالي للمنشأة ويعني إيه نتائج أعمال المنشأة ما تحققه المنشأة من ربح أو خسار يعني المقصود بنتائج أعمال المنشأة المنشأة في نهاية فترة مالية اللي قلنا طبعاً سنة مالية لأن احنا عندنا فرض اسم فرض الدورية فمنقسم حياة المشروع إلى فترات زمنية متساوية والفترة الزمنية المتصاوية بتكون سنة مالية اللي هي سنة ميلادية بتبدأ في واحد واحد وبتنتهي في 31-12 من نفس السنة أو بتبدأ واحد سبعة في العام الحالي وتنتهي 30 سنة في العام التالي يبقى أنا أول حاجة عايزة أعرف من خلال أو الهدف من الشغل اللي هنشتغله في المحاسبة المالية أن احنا نحدد في النهاية نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة ونبين المركز المالي للمنشأة بالإضافة إلى بيان التدفقات النقدية الداخلة والخارجة ده هيظهر فين عزيزة الطلاب؟ هيظهر في القوائم المالية طيب علشان أقدر بقى أحدى نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة وبين المركز المالي للمنشأة بتبع طريقة من الطرق المحاسبية أنا عشان أوصل للهدف الخاص بالمحاسبة المالية لابد أن أنا أتبع طريقة من الطرق المحاسبية إيه الطرق المحاسبية؟ الطرق المحاسبية ده عبارة عن طرق ظهرت منذ بداية نشأة المحاسبة من عام 1494 إلى العام الحال أول طريقة طبعاً أو إيه هي شكل الطريقة بشكل عام الطريقة هي عبارة عن إيه؟ مجموعة الدفاتر اللي هيتم استخدامها في العمل المحاسبي في بداية الأمر لما لو أبا تشيله عام 1494 ألف كتابه نظرية القدر المزدوج قال إحنا هنعمل المجموعة أو مقاومات النظام المحاسبية بشكل عام عندنا المالي هيبقى عندنا مجموعة دفترية دفتر يومية دفتر واحد لليومية ودفتر واحد لأستاذ يعني الدفاتر اللي نتسجل فيها الأحداث المالية أو العملات المالية هيكون دفتر واحد لليومية ودفتر واحد لأستاذ بعد كده مع قيام الصورة الصناعية الأولى ظهرت طرق أخرى نتيجة أن الطريقة الإيطالية اللي هي بتستخدم دفتر واحد لليومية ودفتر واحد للأستاذ ما بقاتش تكفي أو مش هتفي باحتياجات المنشأة من العمل المحاسبي ليه بقى؟ لأن طبعا تخيل معايا أن دفتر يومية واحد ومنشأة بتقوم بالعمل في اليوم الواحد بإيه؟ بآلاف العمليات المالية في اليوم إزاي نسجلها في دفتر واحد؟ وحجم الدفتر ده يكون إيه؟ ظهر مع قيام الصورة الصناعية الأولى طبعا نادى آدم سميس اللي هو طبعا مؤسس علم الاقتصاد في العصر الحديث زي ما أطلق عليه ولماء الاقتصاد أسم لنا طبعا أو ألف كتاب اسمه صورة الأمم باكورت وفي هذا الكتاب تكلم عن حاجة اسمها تأسيم العمل وتأثرت طبعا أو تأثر الفكر المحاسبي في الفترة دي في خلال الصورة الصناعية الأولى وفترة الصناعية الأولى بفكر آدم سميس وبدأت تظهر طرق محاسبي أخرى وتنادي إن طبعا ما ينفعش يبقى دفتر يومية واحد ودفتر أستاذ واحد ظهر الطرق محاسبية أخرى وبقى عندنا طرق غير الطرق أو طرق غير الطرق الطريق اللي قال فيها اللقاء بتشيل له إن احنا هنعمل دفتر واحد يومية ودفتر واحد للأستاذ بدأ بعد كده يظهر عندنا طرق أخرى وهي الطريقة الإنجليزية والطريقة الفرنسية الطريقة الإنجليزية تتناسب 그래서 مع حجم المجرد الكبيرة وكذلك الطريقة الفرنسية ظهر طرق اخرى ايضا تتناسب مع حجم المنشآت الصغيرة الحج وهي الطريقة الامريكية والطريقة الالمانية يبقى احنا عندنا 3 طرق بيتناسبوا مع حجم المنشآت الصغيرة لو عندي مشروع فردي كده او منشآت فردية صغيرة ممكن نستخدم معها الطريقة الايه الايطالية اللي احنا هنبدأ دراستنا بيها وهي اللي بتعتمد على دفتر واحد لوميا ودفتر واحد للأستاذ بالاضافة طبعا في الترمي التالي ان شاء الله من العام الحالي هنتكلم عن الطرق المحاسبية وهنتعرف على كل طريقة من هذه الطرق لكن احنا هنركز اهتمامنا على الطريقة الايطالية اللي بتتناسب مع حجم المنشآت الصغيرة الحج بالاضافة طبعا نحنا عندنا طرق اخرى نبقى عارفين نحنا عندنا الطريقة الالمانية وعندنا الطريقة الامريكية وده ايضا بتتناسب مع المنشآت الصغيرة الحجم او اللي حجم عملياتها ما بيبقاش كبير خلال السنة المالية الطرق الأخرى اللي هي الطرق الإنجلسية والفرنسية دي بتتناسب مع حجم المنشآت كبيرة الحجمية بأول حاجة هتعملها المنشآة أو هيعملها المحاسبة أو ماسك الدفاع هيختار الطريقة اللي تتناسب مع حجم المنشآة القصة بيه طيب لو اخترنا الطريقة الإيطالية هيبقى عندنا دفتر واحد لليومية ودفتر واحد للأستاذ تعال نشوف عندنا كم طريقة من الطرق المحاسبية عندنا طبعا كام طريقة خمس طرق الأول حاجة الطريقة الإيطانية وبيسموها الطريقة العادية أو المعتادة الطريقة الثانية اللي هي الطريقة الأمريكية الطريقة الثالثة اللي هي الطريقة الألمانية أما الطريقة الرابعة فهي الطريقة الفرنسية الطريقة الخامسة وهي الطريقة الإنجليزية اللي بتسمى باليوميات الأصلية زي ما أيضا الطريقة الفرنسية بتسمى بالطريقة المركزية احنا هنركز على طريقة واحدة وهي الطريقة الإيطانية اللي هنتعرف خلالها ازاي بنسجل او ازاي بنوصل لاهداف المحاسبة المالية من خلال مجموعة من الخطوات ونقب بالنا عزاء الطلاب من حاجة هم وهي ان كل الخطوات اللي هتوصلنا لهدف اللي احنا عايزينه سواء تحديد نديجة عمل منشأة مرافع اخصارة او بيان المركز المالي هذه الخطوات بنطلق عليها خطوات الدورة المحاسبية لانها بتتم خلال سنة مالية سنة تبدأ في واحد واحد وتنتقي واحد وتلاتين اتناشر من نفس السنة وبيتم تكرارها في السنة كل سنة يقوم بنفس الاعمال او بنفس العمليات او بنفس الخطوات عشان نوصل لاهداف المحاسبة المالية وهي او الهدف من العمل المحاسبي في اطار المحاسبة المالية وهو تحديد نتيجة اعمال منشأة من ربح وقصارة وبيان المركز المالي اللي هي الاهداف الاساسية للمحاسبة المالية هنركز على الطريقة الايطالية بقوا احنا قلنا عندنا تلات طرق طريقة ايطالية الطريقة الامريكية الطريقة الالمانية دول بيتناسبوا مع حجم المنشأات صغيرة الحج نقبلنا وعندنا الطريقة الفرنسية والطريقة الانجليزية دول بيتناسبوا مع حجم المنشأات كبيرة الحجم والموصود هنا بحجم المنشأة اللي هي حجم او عدد العمليات اللي هتقوم بها المنشأة في اليوم او خلال السنة المالية كل ما يبقى حجم العمليات اكتر او كبير جدا فبالتالي هنحتاج الى تقسيم العمل ومن ثم هنبعد عن الطريقة الإيطالية والطريقة الأمريكية والطريقة الألمانية هناخد بقى إما الطريقة الفرنسية والطريقة أو الطريقة الإنجليزية طيب إحنا في بداية دراستنا هنركز على الطريقة الإيطالية اللي بتعتمد على دفتر واحد اليومية ودفتر واحد للأستاذ طيب علشان أقدر أوصل بعد ما حددت الطريقة التي تتناسب مع حجم الأعمال الخاصة بي علشان أقدر أوصل الهدف الخاص بالمحاسبة المالية هو تحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربحة وخسارة وبيان المركز المالي قلت بقوم بمجموعة من الخطوات وهي طبعا قلنا زي ما قلنا خطوات بنسميها خطوات الدورة المحاسبية وبنقول على خطوات الدورة المحاسبية لأن كل ما تنتهي يعني في نهاية كل فترة مالية هنعيد نفس الخطوات تاني وهكذا على طوال حياة المشروع طول ما المشروع موجود احنا عملين نقرر نفس الأعمال في نهاية السنة نوصل نتيجة أعمال المنشأة من ربحة وخسارة ونحدد المركز المالي ثم نبدأ تاني دورة جديدة نمشي بقى نفس الخطوات إلى أن نصل إلى الهدف بتاعنا هو تحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربحة وخسارة وبيان المركز المالي للمنشأة طيب ايه يا الخطوات دي؟ أول خطوة عندي أعزائي الطلاب تحليل العمليات المالية من واقع الفوتين والمستنات ايه المعصود بتحليل العمليات المالية دي مهارة نخبالنا؟ يعني حدد الطرف المدين والطرف الدين لكل عملية مالية من واقع المستند إيه هي العملية المالية؟ طبعا قلنا حدث مالي أو تجاري بتقوم به المنشأة وبيثبت إما بفطورة أو بمستند يعني مثلا المنشأة دفعت أجر الأمان أكيد معها مستند يثبت أنها سدادت أجر الأمان دفعت فطورة الكهرباء معها فطورة كهرباء دفعت مثلا فطورة المياه فطورة الغاز وكذا كل المبالغ اللي هتسدد المنشأة هيكون معها مستند يزبط فعلا أنها سددت كذلك لو اشترت بضاعة معها فطورة لو اشترت أصل مثلا من الأصول السبدة زي السيارات والآلات وأكيد بتكون طبعا بتاخد عقد شراء هذه العقود وهذه المسفوتير والمستندات الأخرى زي وصولات مثلا إصال استلام نأدية والشيكات بتمثل المستندات وبتمثل متخلات النظام المحاسبي بشكل عام احنا أول خطوة عندنا في الدورة المحاسبية هنمسك هذه المستندات نحللها لأطرفها المدينة والدينة دي الخطوة الأولى الخطوة الثانية بعدما نحدد الطرف المدينة والطرف الدين لكل عملية من وقع المستندات هنسجل هذه العمليات داخل دفتر طبعا لو احنا عندنا الطريقة الإيطالية زي ما أوضحنا لو المنشأة بتتبع الطريقة الإيطالية هنسجل هذه العمليات داخل دفتر واحد فقط وهو دفتر اليومي لكن طبعا لو المنشأة حجم عملياتها كبير أو المنشأة كبيرة الحجم هنستخدم مجموعة من الدفاتر سيكون عندنا مجموعة من الدفاتر يبقى الخطوة الثانية اللي هو بعد تحليل عمليات المالية الأطراف المدينة ودينا تسجيل العمليات المالية في دفتر اليومي طب الخطوة الثالثة بعد ما بنسجل عمليات في دفتر المالية طبعا في شكل قيد محاسبه وهنتعرف على هذه الخطوة الخطوة الثالثة بتكون ترحيل العمليات من دفاتر اليومي إلى دفاتر الأستاذ وترصيد الحسابات لمعرفة رصيد كل حساب الخطوة الرابعة إعداد ميزان المراجعة قبل التسويات الخطوة الخمسة هتكون إعداد أو إجراء التسويات الجردية الخطوة الستة هتكون إعداد ميزان المراجعة بعد التسويات ثم إعداد القوائم المالية في نهاية السنة المالية القوائم المالية هتتمثل فيه إما القوائم المالية بالطريقة التقليدية أو القديمة فهنعد طبعا الحسابات الختمية والحسابات الختمية طبعا اللي بتجاوبلي أو بتوصلني للهدف اللي هو تحديد نتيجة أعمال المنشاعة من رفح وقسارة يعني عند قوائم مالية خاصة بنتيجة أعمال المنشاعة من رفح وقسارة ودي طبعا ممكن بالطريقة التقليدية نعد حساب المتجرة وحساب الأرباح والخسائر إذا كانت المنشاعة التجارية وممكن نستبدلهم في الطريقة الحديثة زي ما نشوف بقايمة بتسمى قايمة الدخل طيب والقايم الخاصة بالمركز المالي عندنا قايمة المركز المالي أو الميزانية العمومية ده تطبع برعا قايمة بتشمل مال المنشاعة من أموال اللي هنطلق عليها الأصول وما عليها من أموال اللي بنطلق عليها الخصوم وحقوق الملكية يعني الأموال لغير الملاك أو للملاك اللي هم أصحاب حقوق الملكية وطبعا زي ما واضح من اسمها بيطلق عليها قايمة المركز المالي أو الأصول وناخد بالنا أن دايما الأصول بتساوي الخصوم زائد حول ملكية يعني قايمة المركز المالي لازم مجموع الأصول الممتلكات الموجودة في المنشأة يساوي المبالغ اللي على المنشأة وده طبعا أيضا راجع لنظرية القيد المزدوة آخر خطوة من قطوات الدورة المحاسبية وهي الخطوة التامنة وهي إجراء قيود الإقفال طبعا في نهاية السنة المالية طبقا لمبدأ مهم جدا من نظرية المحاسبة بيتم إقفال المصرفات والخسائر اللي حدثت في نفس السنة المالية في الإرادات والأرباح اللي حدثت في نفس السنة المالية عشان نوصل لنتيجة المنشأة أو نتيجة أعمال المنشأة من الربحة والخسائر وده طبعا بيتم فيه القوة من ملازم أوضحنا إما قايمة الدخل ده بالطريقة الحديثة أو بالطريقة التقليدية أو القديمة كما يطلق عليها هيكون عندنا حساب للمتجرة وحساب للأرباح والخسائر نشوف مع بعض خطوات الدورة المحاسبية وهي خطوات متتابعة وبيخصم طبعا تدخل بينها زي ما نشوف أول خطوة عندنا تحليل العمليات المالية من واقع المستندات اللي هي طبعا زي الفواتير وفواتير صداد الكارباء صداد المياه فطورة شراء بضاعة فطورة بيع بضاعة وهكذا اتنين تسجيل العمليات المالية في دفتر اليومية تلاتة ترحيل العمليات المالية إلى دفتر أو دفاتر الأستاذ خسب الطريقة المحاسبية أربعة إعداد ميزان المراجعة قبل التسويات خمسة تسجيل كود التسويات وترحيلها لدفتر الأستاذ ستة إعداد ميزان المراجعة بعد إجراء التسويات سبعة أعداد القوام المالية في نهاية الفترة المالية أو السنة المالية اللي هي إما 31-12 ودي طبعا أغلبية المنشآت بتتبع السنة المالية اللي هي بتنتهي في 31-12 أو في بعض المنشآت مثلا زي المنشآت الحكومية بتتبع طبعا السنة المالية بتنتهي في 30-6 آخر خطوة من خطوات الدورة المحاسبية تسجيل كود الإقفال وترحيلها لدفتر أو لتسجيل كود الإقفال وترحيلها لدفتر الأستاذ العام دي أعزائي الطلاب خطوات الدورة المحاسبية ودي المهارات اللي احنا هنقوم بالعمل بها أو هنمارسها خلال العمل المحاسبي أول مهارة عندنا واللي هنركز اهتمامنا عليها النهاردة وهي تحليل العمليات المالية إلى طرفيها المدينة والدان ودي طبعا وفقا لنظرية القيد المزدوج اللي أشار إليها واللي أعتبرت بمثابة اللبنة الأولى لعلم المحاسبة نظرية القيد المزدوج اللي قالت أن كل عملية مالية لها طرفان طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ يعني إذا كان عندي مدين لابد يكون عندي دائن طيب المدين مدين بألف يبقى الدائن دائن بألف وهكذا طيب إزاي بقى أن أقدر أحدد المدين والدائن؟ علشان أقدر أحدد الطرف المدين والطرف الدائن أو أقدر أحلل العملية اللي هي تعتبر مهارة عقلية دي أول مهارة أنت تتعلمها في مبادئ المخاسبة لابد أننا أكون عارف أنواع الحسابات وعارف طبيعة كل حساب وإمتى الحساب يبقى مدين وإمتى يبقى الحساب دائن فهنعتمد في هذه الحالة على مدخل مهم جدا اللي في ضوءه هنقدر نحدد الطرف المدين والطرف الدائن وفقا لنظرية القيد المزدوج وهو مدخل تشخيص الحسابات اللي هنوضح الحسابات من خلاله ثلاث أنواع حسابات شخصية وحسابات حقيقية وحسابات اسمية أهمية تعالوا نشوف مع بعض نظرية القيد المزدوج ونشوف أنواع الحسابات وإزاي هنحدد المدين والدائن لكل عملية من العمليات المالية تعالوا نشوف مع بعض نظرية القيد المزدوج زي ما أوضحنا عزيزيز الطلاب هي طبعا بتشير إن كل عملية أي عملية تقوم بها المنشأة بيكون لها طرفان طرف مدين وطرف دائن كلام منطقي جدا هو في مدين من غير دائن؟ لا طبع هو في دائن من غير مدين؟ ما ينفعش إبه كل عملية مالية لها طرفان طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ طيب إزاي قدر حدد الطرف المدين والطرف الدائن؟ قلت لابد أن أنا أعتمد على مدخل من مداخل تشخيص أو من مداخل تحديد المدين والدائن وعندنا طبعا مدخل مهم جدا وهو مدخل تشقيص الحسابات اللي بيقول لي أن أنا عندي حسابات شخصية وحسابات حقيقية وحسابات اسمي أوهم يوم ما بيقولوا إيه عندنا حسابات شخصية وحسابات غير شخصية الحسابات الشخصية دي بتشير إلى الأشخاص عادي الطبيعيين اللي هو زي وزيك اللي هو زي مثلا محمد وأحمد ومحمود ودي بيكون طبعا متمثلة في عملاء المنشأة اللي بيشتروا بضع من المنشأة أو الموردين اللي بيوردوا مثلا بضعها للمنشأة وكذلك الملاكين اللي هم اصحاب المنشأة او اصحاب المشروع اللي هم في الغالب يكونوا اشخاص طبيعيين برضو زي محمد ومحمود واحمد وكذا لكن هناك نوع اخر من الاشخاص وهم طبعا الاشخاص الاعتباريين او بيسموهم الاشخاص المعنوية على سبيل المثال البنك مثلا اي بنك ابن البنوك دي اعتبر في حد ذاته ايه مؤسسة لها شخصية اعتبارية مستقلة طيب وكذلك الشركة شركة سين شركة صات المؤسسة ده حتى مصر فيه طبعا زي ما احنا عارفين فيه كتاب اللفه الدكتور الجمال حمد اسمه شخصية مصر وكأن مصر دي شخص لكن هو شخص معناوي وليس شخص طبيعي طيب يبه هو كان بقول شخصية مصر يقصب بايه بيقصب بايه ان شخصية مصر دي شخصية معنوية لها سمات معانة كذلك انت لما بقولك انت اشتريت مثلا القلم ده منين بتقولي من مكتبة سين انا روحت دفعت فلوس مثلا فاتورة الكهرباء لشركة الكهرباء انا حطيت الفلوس في البنك انا خدت الفلوس في البنك طيب هو البنك شخص اه نعم البنك شخص ولكن شخص اعتباري او شخص معنوية طيب امتى الحساب الشخص يبقى مدين وامتى الحساب الشخص يبقى دائن الحسابات الشخصية بتكون مدينة اذا اقص يعني اي شخص اقص هيكون مدين اعطى يبقى دائن يبقى خلاص امتى يكون مدين احنا طبعا ببساطة عارفين ان المدين عزيز الطلاب هو اللي عليه فلوس والدائن اللي له فلوس لكن احنا هنا بنقول ايه عشان الامور تبقى بسيطة انا حدد اطراف اي عملية الجيل اذا كان ترفع شخص يبقى حاجة من الاتنين لو الشخص دي محمد او محمود او شركة سين او شركة صاد او البنك صاد او البنك عين اذا اخذ يكون مدين واذا اعطى بيكون دائن تاني يبقى الحسابات الشخصية ايه اذا اخذت ودائنة اذا اعطت حاجة بسيطة خالص اللي بيأخذ مدين واللي بيعطي دائن انا عارف ان ببساطة تقول اللي بيأخذ المدين يعني اللي عليه فلوس والدائن اللي له فلوس تبقى فيش مشكلة لكن انا نقول انا نوضح بقى ان الحسابات عندنا شخصية يبقى الشخص اذا اخذ مدين تبقى واذا اعطى دائن يبقى يطلع بقى شركة يطلع شخص طبيعي زي محمد ومحمود يطلع ملاك يطلع عملاء يطلع موردين وعملاء يعني الاشخاص اللي بتعاملوا مع المنشأة وبيشتروا او بيأخذوا منها نوع السلعة اللي بتاجر فيه النوع التاني من انواع الحسابات وهي الحسابات الحقيقية تعالوا شوف مع بعض انواع او النوع التاني من انواع الحسابات وهي الحسابات الحقيقية الحسابات الحقيقية دي طبعا بتتمثل فيه كل الممتلكات اللي بتمتلكها الوحدة الاقتصادية او المنشأة كل ما تملكه المنشأة من أموال سواء في صورة نقضية أو في صورة عينية زي الأراضي والمباني والألات والسيارات والأساس سواء بشك كان ملموس زي ما وضحنا زي السيارات والأساس والبضاعة زي النقضية الموجودة في الخزينة زي العدد والأدوات أو غيرهم أو كان غير ملموس زي شهرة المحل وبراءة الاختراع والعلامات التجارية كل هذه الحسابات بيطلق على الحسابات الحقية طيب إمتى الحسابات الحقية تكون مدينة وإمتى تكون دائنة قلنا إذا الحساب الحقيقي زيادت بيكون مدين إذا نقص بيكون دائن يبقى الحسابات الحقيقي إذا زيادت بيكون مدينة إذا نقصت بتكون دائنة طيب النوع الثالث من أنواع الحسابات وهي الحسابات الإسمية أو بيطلق عليها الحسابات الوهمية ودي بتضم مجموعتين المصروفات والخسائر والإرادات والأرباح المصروفات والخسائر طبعا بطبيعتها مدينة وفي حالة الزيادة بتظل مدينة المصروف مدين بطبيعته زاد يظل مدين زي مصروف الإيجار مصروف المرتبات مصروف الإعلان وهكذا والإرادات حسبها بطبيعة هدينا أي مبلغ تحصلها مقابل خدمات تأدي للغير ده يمثل إراد زي إراد العقار لو احنا مثلا المنشأة والوحدة الاقتصادية بتاعتنا مأجرة عقار مثلا للغير فهتحصل منه على إرادة إنما لو العكس لو احنا المنشأة هي المستأجرة من الغير فهتدفع مقابل الإيجار هيسمى مصروف الإيجار والمصروف عكس الإراد المصروف مقابل الخدمة اللي هتقصل على المنشأة زي مثلا الأجور والمرتبات اللي بتدفعهم للعملين أو الحملات الإعلانية والدعاية اللي بتتم مثلا بتقوم بعملها شركات الإعلان للمنشأة بتاعتنا أو المؤسسة اللي احنا بنعمل فيها طب إمتى المصروفات تبقى مدينة إذا زادت مدينة ناقص صدقنا وهي في البداية الأمر هتكون بتزيد فهتكون مدينة وإمتى الأرضات تبقى دائنة لو زادت أيضا هتكون دائنة لو نقصت هتكون مدينة وقلنا أمثلة الإرضات إرادة العقار إرادة الأوراق المالية والخصم المكتسب والفوائد الدائنة دي أنواع الحسابات العزاء الطلاب اللي في دوقها أقدر أحدد المدين والدائن زي ما أوضحنا الحسابات إما شخصية والحساب الشخصي إذا أخذ بيكون مدين إذا أعطى بيكون دائن الحسابات الحقيقية إذا زادت بيكون مدينة إذا نقصت بيكون دائن الحسابات الإسمية أو الوهمية بتتقسم لمجموعتين مصرفات وخسائر ودي طبعتها مدينة في حالة الزيادة تظل مدينة إذا نقصت بتكون داينة وأوضحنا أمثلة للمصرفات زي مصرف الإيجار ومصرف المرتبات ومصرف الإعلان وغيرها وكذلك المجموعة التانية متمثلة في الإراضات ودي بيكون طبعتها داينة في حالة الزيادة بتظل داينة الإراضات والأرباح طبعا زادت بتظل داينة لأن طبعتها داينة في حالة النقص اللي هنحدد في ضوءه بعد كده والحسابات أو هنحدد المدين والدائن. ناخد بألة من الجدور ده يا أزداد الطلاب مهم جداً. أول حاجة عندنا أنواع الحسابات إما الحساب يكون حقيقي إمتى يبقى مدين. إذا زياد بيكون مدين. إذا نقص بيكون دائن. إمتى الحساب الشخص بيكون مدين. قلنا إذا أخص بيكون مدين. إذا أعطى بيكون دائن. إمتى الحساب الاسم أو الوهم طبعا المتمثل في المصروفات والإرادات بيكون مدين قلنا لو مصروف او خسارة هيكون طبيعته مدين وفي الزيادة هيظل مدين لو اراد او ربح طبيعته طبعا بيكون دائنة ولو زاد بيظل دائن لو نقص لو زاد بيظل دائن لو نقص بيكون مدين اول مهارة من المهارات اللي هنتعلمها اعزائي الطلاب هي مهارة تحديد المدين والدائن وفق قاعدة القد المزدوج وفي ضوء مدخل تشخيص الحسابات ببساطة جديدة احنا هنركز على الخطوة الاولى من خطوات الدورة المحاسبية وهي تحليل العمليات المالية لاطرفها المدينة والدائنة هنخرج النهاردة من حلقة اليوم بايه انه هنركز على فرقة مهمة جدا من فروع علم المحاسبة وهو فرقة المحاسبة المالية هندرس فيه مهارات اساسية هتأهلنا بعد كده لدراسة باقي فروع علم المحاسبة والعمل في مجال المحاسبة طيب احنا خدنا ايه عرفنا المحاسبة او عرفنا المحاسبة المالية وقلنا ان هدفها الهدفين المؤمنين توفير معلومات متعلقة بتحديد نتيجة أعمال المنشاة مراحل وقصارة وبيان المركز المالي للمنشاة دي رقم واحد بعد كده قلنا عشان نقدر نوصل للهدفين دول لابد اننا مر بمجموعة من الخطوات اللي هنقوم بعملها خلال السنة المالية اللي بتبدأ مثلا على سبيل سال في واحد واحد وتنتهي في واحدة تلاتين اتناشر من نفس السنة وقلنا دي بنسميها خطوات الدورة المحاسبية وهي أم تمن خطوات أوضحناهم أول خطوة فيهم هي تحليل العمليات لأطرف المدينة والدائنة ودي مهار عقلية نقبلنا بحل العمليات لأطرف المدينة والدائنة في عقلي من مدين ومن دائن فيه ضوء طبعا نظريت القيد المزدوج اللي أوضحت ان كل عملية مالية لها طرفان طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ وبعد كده عزيزي الطلاب أوضحنا طبعا نحن عندنا عشان أقدر أحدد المدين والدائن عندنا تلات أنواع للحسابات حسابات حقية وحسابات شخصية وحسابات اسمية أو وهمية طبعا الوقت دائما بيدهمنا ومش هنلحق طبعا ناخد أمثلة على القاعدة لقاعدة القيد المزدوج وزي نحل المدين والدائن وفقه قاعدة أو مدخل تشكيش حسابات لكن انتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله هنستكمل فيها حديثنا عن مهارة مهمة جدا من مهارات المحاسبة المالية وهي تحليل العمليات لأطرافها المدينة والدائنة إن شاء الله بإذن الله نلقاكم على خير وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من حلقات منهج مبادئ المحاسبة المالية نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر